احنا جيش النقبي كتيبة ابو عرب الشهيد ابو عرب سيطرنا على مقر جمارك بقرية كردو ونفلى ايو انترس عليها حطها الحيط حطها الحيط الله اكبر الله اكبر يلا يلا ايه نزل لي على السريع هزبالي اي 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 شغل 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 نزل هزبالي الالف كتيبة السابعة اقتحام قرى عفرين الله اكبر جيش النقبي قطاع شمال كتيبة السابعة الله اكبر الله اكبر الله اكبر جيش النقبي قطاع شمال كتيبة السابعة الله اكبر اقتحام قرى عفرين الله أكبر جيش النخبي قطاع الشمال كتيب السابعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر رأيزة لله كتيبت أبعوات كتيب السابعة الله أكبر جيش النخبي صورة الكلب عبدالله أوجلان بعد ما مزقنا على تمزيق تكبير أخدام الله أكبر سوار جيش النخبي الله أكبر الله محيئ أسود النخبي عمي أسود النخبي أبو عرب الله أكبر جيش النخبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر 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 ورخصة سلاح لأحد عناصر البككيكي وها سلاح وهاي جعبون وهاي جعب كمان تواجدت مع هديك الله أكبر والعزة لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كتيبة الشهيد أبو عرب تسيطر على مقر جمارك وهي نحن هندخل على مقر جمارك اللي موجود في قرية كردو هاي الصورة اللي يكلف على الله أكبر وهو أكبر الله أكبر يلا 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 هوا أكبر هوا أكبر هوا أكبر هوا أكبر